السهولة بتاعة الخطاب ويسره وازاي اقدر اتعامل مع الفئات المختلفة الفئات دي بقى على حسب هو في الريف في الحضر طب التعليم عامل ازاي الى اخير والامام يدخل الى المسجد فبيتعامل مع الكل بس هيختلف من الحضر الى الريف وانهي حتة في الريف وغير كده هي فكرة انا جدي رحمة الله عليه جدي لابو امي ازهري بالجبة والافطان تمام جدي مرة وهو راجع اول الشهر اتناشل فدخل على جديتي البيت اول الشهر فبتقوله المصروف يا استاذ كانت تقوله يا استاذ تمام قال لها خده ابن الحلال خدت بالك قال لها ايه خده ابن الحلال ما قال لها لهاش مثلا ايه ده الحرامي ربنا مش عارف يعمل فيه ولا خاصة لها خده ابن الحلال وقعد يتحك انا تصوري دايما عن الامام والداعية والازهري جدي انا عمري ما شفت الجدي جدي الله يرحمه رب توفى سنة 1968 انا موليد 75 انا كل دي الحكاوي بتاعت والدتي وخلاني السهولة واليسر فيه تعاملات الامام مع المجتمع المحيط مش بس جوه الجالع ومن فوق المنبر احنا بنتعامل مع ده ازاي في الائمة الشبان الجدد بتاعنا تمام احنا احنا الان اصبح في وزارة الاوقاف مجموعة كبيرة جدا من الشباب في ربع مصر كلها في مساجد الكبرى وفي كل المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية فيه شباب يتعاملوا ازاي احنا اعملنا دورة في فن التعامل مع الجمهور زي ما اعملنا دورة في فن الالقاء يمكن مع بداية الخطبة المكتوبة كان فيه هجوم شارس جدا على الاوقاف انتوا هتقيدوا الائمة انتوا عايزين تقولوا حاجة معينة ده الفن بقى ان ازاي انا كامام زي ما حالك بتقولك كده انا في الريف ازاي ان انا اقول الخطبة بتاعت الاوقاف وتعامل بها مع الجمهور زي ما انا ابن المدينة وابن الحضر اتعامل بها مع الجمهور وانا في بحري وانا في قبلي وانا في بحري وانا في سواحل وانا في وحات وما الى ذلك ايه ده الفن بقى ازاي انا اصيغ القالب بتاعها مخاطبة الجمهور مخاطبة الناس مراعاة الثقافة والبعد العداد والتقاليد والعرف اللي موجود في المكان اهو ده بيحصل فيه تدريب لسادة الايمة ازاي انا اتعامل كده انا مع حضرتك احنا يعني ماشيين في خطأ ان الامام المسجد ما يباش داخل المسجد احنا مش عايزين الامام داخل المسجد بيقيم الشعار وكده لكن الامام اصبح النهاردة منطلق النهاردة الامام النهاردة الامام لما بيروح يدي محاضرات النهاردة في مبارح كان في المجلس القومي للمرأة والعنف ضد المرأة وتنظيم الاسرة ومقتلات العصر النهاردة الامام لما بيروح للجمعة النهاردة الامام لما بيروح الشباب والرياضة والنوادي الامام النهاردة ممكن يروح يحضر اسمع ماتش زي كلنا بنسمع حكاس العالم بس من خلاله هو بيتعامل احنا بنكرس في الامام ويمكن دي مبادرة حق الوطن اللي اطلقتها الوزارة من 30-10-2022 اللي هو بناء الوعي المصري بناء الوعي المصري الذي يبدأ من احياء التقاليد والاعراف المصرية الخالدة اللي هي كانت لحمة واحدة لكن اصحاب الاغراض والمأجورين هم اللي حاولوا يفككوا هذا الامر وفي حقبة معينة لكن احنا عايزين نرجع للعادات والتقاليد الكويسة اللي كانت في الدولة المصرية عايزين العرف بتاعنا اللي دايما وابدا كان يقيه شيخ المسجد في اي بكان بعيد عن المسجد في اي محفل وهو يقول له كلمتين بصار كده سهلين يبين لهم يضحق يبتسم مش هبقى بقشر ولا ده حرام ده هتروح النار مفيش الكلام ده هو دين اصلا كده يعني حضرتك شفت ان فيه دين بيقولك التبسم عبادة وقربة يعني عشان تده المجتمع المصري يحب الازاهرة يحب الزي الازهري يثق في هذا او في صاحب الزي علشان الزي ده معناه بس كده ده من الازهر يبقى تمام انا عايزه دايما بسوم عايزه رجل جماهيري رجل اجتماعي كأنه نازل الانتخابات بس هو مش نازل الانتخابات عايزه كده هل احنا بنشتغل على كده في وزارة الاوقاف؟ بغوة بالفعل النهاردة اصبح هذا الامر موجود في وزارة الاوقاف انا عايز اقول لي حضرتك حاجة لما البرامج بتاع وزارة الاوقاف سمعت يعني ايه سمعت يعني كل الدول الاسلامية النهاردة لما بتشوف وزارة الاوقاف وشايفة الايمة بتاع وزارة الاوقاف في الداخل والخارج شايفة ايمة بتضحك ما بتكشرش شايفة امام النهاردة ممكن يبقى بالزي والعمة وكاكولة ممكن امام يبقى لابس الاميس وبنطرون ممكن يبقى لابس البدلة ده مش حرام ولا حاجة خالص لأ حرام في ايه كانت زمان بقى الفكرة انا جيت لازم تبقى لابس جلبية وما لابس الجلبية دي تبقى مشكلة كبيرة لو انت تبقى بالطرون واميص يبقى انت تبقى على الفرينجا يبقى انت تبقى حاجات مع الاسف الشديد يعني مفاهيم كتير مغلوطة بثت ولازم نعترف بكده ان هي بثت بثت في الشعب المصري من الناس لا يفهمون اصلا يعني هو ايه الدين والدين منهم براء لكن النهاردة الامام بتاعنا بيروح اي بكان النهاردة فاصبح الدول العالم الاسلامي النهاردة بتنادي وبتدق الباب بتعوذات الاوقاف بعد اذنكم احنا عايزين ولادنا يتضربوا عندكم حلو الكلام ده